يسأل يقول بالنسبة لأذكار الأذكار التي بعد الصلاة ممكن آتي بها بعد السنن الراتبة الجواب لا الجواب لا لماذا لأن هذه تابعة لصلاة الفريضة يا علي الأذكار هذه اللي بعد الصلاة تابعة للصلاة الآن لما انتهيت و سلمت ما يعني خلاص انتهت الصلاة انتهت صلاة الفريضة لكن هناك سنن بعد الفريضة وهي سنن قولية و فعلية أما الفعلية فالمكت في مكان الصلاة ما تتحرك تبقى في مكان الصلاة وأما القولية فتأتي بالأذكار تقول أستغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذى الجلال والإكرام ثم تقول تعظم الله تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الأذكار التعظيم اللي ثابت عنه سلام ثم تقول سبحان الله ثلاث وثلاثين مرة الحمد لله ثلاث وثلاثين مرة الله أكبر ثلاث وثلاثين مرة ثم تقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل والله وحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وفي الفجر والمغرض بعد ما تتسلم وتأتي بالاستغفار ثلاثا تقول عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات هذا في الفجر وفي المغرب بس قارك الله فيك يا علي وتقوله بعد الفريد وبعدين تقوم تصلي السنة بالنسبة للسنة البعدي اشتركوا في القناة